قال رئيس الوزراء معين عبد الملك إن معركة اليمنيين الأساسية اليوم هي معركة البقاء فمن بين كل ثلاثة يمنيين يجد اثنان منهم أنهم بحاجة للعون لتوفير الغذاء اللازم لاستمرار في الحياة جاء ذلك في كلمة رئيس الوزراء التي ألقاها اليوم أمام مؤتمر المانحين الافتراضي لليمن 2020 والذي تنظمه المملكة العربية السعودية بالشراكة مع الأمم المتحدة وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأوضاع الاقتصادية في اليمن تزداد سوءا بسبب الحرب والأوضاع المضطربة في العاصمة المؤقتة عدن وانخفاض أسعار النفط العالمية التي قلصت المورد الشحيح من التصدير وأكد رئيس الوزراء بأن اليمن يعاني الأوضاع الأصعب على مستوى العالم بفعل الانقلاب والحرب والنزاعات ونهب مقدرات الدولة من قبل المليشي الحوثية في المناطق التي يحتلونها وفرضهم لجبايات هائلة تثقل كاهل المواطنين وتسخيرها للحرب على اليمنيين وبفعل تزامن جائحة كورونا مع أنواع خطيرة من الأمراض والحميات التي تتضرب مدنا وقرى اليمن وتهدد شعبنا بالموت والفناء في ظل نظام صحي متهالك ودعا رئيس الوزراء الدول المانحة والأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية إلى مد يد العون السريع للحكومة والشعب اليمني لمواجهة كارثة انتشار مرض كورونا والمساندة في تقديم الحماية والدعم اللازم للعاملين في القطاع الصحي وعرب رئيس الوزراء عن أمل كل يمني أن يأتي العام القادم وقد عم السلام لتتحول المساعدات الإنسانية إلى تعهدات تنموية تنهض وترتقي بمستوى معيشة اليمنيين وبناهم التحتية واسمحوا لي أن أتقدم بشكر لقيادة المملكة العربية السعودية على احتضانها ورعايتها لهذا المؤتمر وعلى ما بذلته من جهود كبيرة في التحضير له والعمل على ضمان نجاحي وعلى قيادتها جهود حجد الموارد المالية للمساهمة في مواجهة التحديات الإنسانية التي يواجهها الشعب اليمني والتخفيف من معاناته واعلانها الكريم عن تخصيص 500 مليون دولار لدعم الخطة الإنسانية لهذا العام و25 مليون دولار لجهود مكافحة كورونا في اليمن كما أود أن أشكر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لدوره الرائد في اليمن خلال الأعوام الماضية وكل الدول الشقيقة والصديقة التي أوفت بتعهداتها لتغطية خطة الاستجابة الإنسانية لمساندة الأيمن في محنته خلال الأعوام الماضية سيد الأمين العام السادة الحضور ينعقد هذا المؤتمر لدعم الشعب اليمني ولأجل دعم جهود التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي كانت النتيجة المباشرة للإنقلاب والحرب التي فجرتها ميليشيا الإنقلاب الحوثية منذ العام 2014 ينعقد في ضرف استثنائي خطير تواجه فيه البشرية خطرا مشتركا يتهدد الإنسان في كل مكان على وجه الأرض ويضع منجزات الحضارة الإنسانية وقيمها وبناها السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مهاب أزمة غير مسبوقة والحقيقة أننا في اليمن نعاني الأوضاع الأصعب على مستوى العالم بفعل الإنقلاب والحرب والنزاعات ونهب مقدرات الدولة من قبل الحوثين في المناطق التي يحتلونها وفرضهم لجبايات هائلة تثكل كاهل المواطنين وتسخيرها للحرب وبفعل التزام جائحة كورونا مع أنواع خطيرة من الأمراض والحميات التي تضرب مدن وقرى اليمن وتهدد شعبنا بالموت والفناء في ظل نظام صحي المتهالك وبفعل الأوضاع الاقتصادية التي تزداد سوءا بسبب الحرب وانخفاض أسعار النفط العالمية التي خلصت الموردة الشحيحة من التصدير وبفعل الأوضاع المضطربة في العاصمة المؤقتة عدن كل ما سبق يهدد ما تحقق خلال السنوات الماضية وما تم عمله طوال العام الماضي منذ مؤتمر الاستجابة في جينيه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر